أنا أتصور ما تتوخى هو واشنطن ليست العقوبات الاقتصادية وإنما النتيجة التي تتوخى هي من الحرب النفسية والتشتت في النظام وتفكيك الدولة يعني كبلد هذه حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تغيير السلوك وإنما تريد الإطاحة الإطاحة هي مقدمة للتفكيك والتفتيت يعني ربما نستطيع بعبارة وخها أن نقول بأن إيران الرأس الحرب في المخطط سيسبيك رقم 2 هذه نشاهده على الأرض لكن هل تصل إلى هذه النتيجة؟ أتصور مع الأسف بعض الساسة أغبياء للغاية لم يتعلموا ولن يتخذوا من دروس الماضي على مدى أربعة عقود انظري يوم أربعة نوفمبر عندما بعد هذا التجييش وبعد هذا التضخيم وبعد هذه الحملة الإعلامية الشرسة التي واكبت يعني العقوبات نزلت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية يعني نزلت العملة الأمريكية في إيران بنسبة 20% يعني وحل حالة من الهدوء وخرجت الجماهير بمناسبة الذكرى السنوية لإقتحاب السفارة في ألف مدينة إيرانية ترجمة نانسي قنقر